اشتركوا في القناة طبعا الدروس دي للناس المبتدئة في البرمجة الناس اللي عندها الخبرة المسبقة بأي لغة أيا كانت هي إيه أكيد هم فاهمين اللي أنا هشرحه النهاردة فبس تقدروا تعملوا review أو تعملوا مراجعة من خلال الموقع الخاص بالأردوينو وتقدروا أن تشوفوا يعني هي نفس الفكرة تقريبا يعني لكن الدروسي زي ما بقول دائما للناس الحديثة في البرمجة أو الناس الجديدة برضو لابد من المتابعة للدروس درس درس يعني منفعش تنط دروس لأن كلها عاملة زي السلالم كلها بتعتمد على بعضها طيب ما هو البولين أوبريتورز؟ البولين أوبريتورز هي عبارة عن عمليات بنستخدمها مع الشرط F الناس اللي مش عارف يعني شرط F شوف الدرس السابق هنتكلم النهاردة عم بكل بساطة تلات حاجات أول حاجة اللي هي not equal والحاجة التانية and و or and يعني و و or يعني أو طيب ده في حالة طبعا التعامل مع الشرط F خلينا نشوف ده المثال السابق اللي احنا كنا وقفين عنده في الدرس السابق وهو عبارة عن بوردة الأردوينو وموصلين بيها تلات لمض وكل بوردة طبعا الطرف السالب في ال GND أو الطرف السالب اللي جاي من ال بوردة والطرف الموجب من اللمبة احنا موصلينه بيه تلات منافذ مثلا اللمبة دي متوصلة ب11 واللمبة دي بمنفذ 12 واللمبة دي بمنفذ 13 وبنقدر نتحكم طبعا في الإضاءات بتاعتهم من خلال اللي احنا بنده كهرباء من خلال الدلة بتاعة digital right digital right وبحط هنا في أول عامل رقم المنفذ والعامل التاني هو high أو low high يعني ادي كهرباء low يعني وقف الكهرباء كأن turn on و turn off فطبعا يعني ايه دوالة يعني ايه دوالة ان شاء الله برضو هيكون لها درس من ضمن هذه الدورة حلو قوي كل ده دي مراجعة سريعة وفاهمين طيب هنستخدم الشرط F ازاي بكل بساطة هنقول مثلا هنا عندنا في المثال ده فيه عندنا اتنين متغير متغير الاول اسمه pin وبنكتب فيه رقم المنفذ والمتغير التاني طبعا ده نوعه رقمي int والمتغير التاني pull in بيقبل بس ب true أو false واسم المتغير ده turn وجينا هنا في ال setup الدلق الخاصة اللي هي ال build in الموجودة في الاردوينو اللي هي مهمتها تسطيب كأنك بتسطب او بتعرف المنافذ اللي احنا هنستخدمها فاحنا عرفنا التلات منافذ التلاتاشر والاثناشر والحداشر وعملناهم كoutput يعني احنا هنستخدمهم فان احنا نخرج منهم كهرباء ده جميل جدا البوردة بتاعت اللي قدامكو دي هي بالظبط بالظبط المحاكية للاردوينو الحقيقية طيب نيجي هنا بقى عند اللوب هنستخدم الشرط فطبعا خلاص احنا فهمنا ان ف بتكون عبارة عن احنا هنا بحط الشرط فبنقول مثلا فبن المتغير بن بيساوي مثلا 13 ففي الحالة دي هنقول له ايه ديجيتال رايت 13 هاي يعني نور اللمبة اللي هي رقمها 13 ففي الحالة دي ستارت ففعلا اللمبة بتنور طيب جميل جدا تعالوا دلوقتي طبعا احنا فهمنا ان الاتنين يساوي دي معناها اذا كان هذا المتغير يساوي هذه القيمة يعني احنا لما بنجي منحط قيمة جوه المتغير بنعمل يساوي واحدة ولكن في حالة ان احنا بنتشك او بنفحص هل هذا المتغير يحتوي على هذه القيمة ولا لأ ففي الوقت ده اللي احنا بنعمله احنا بنحط اتنين يساوي طيب ماذا اذا قلنا لو مش بيساوي لو مش بيساوي مش بيساوي بكل بساطة احنا بنعمل احلال لهذه اللي تساوي الاولانية بعلامة التعجب فعلامة التعجب دي معناها لو المتغير بن ده لا يساوي رقم 13 ففي الوقت ده اعمل لي ايه اعمل لي مثلا ايا كان ممكن اقول له نور لي مثلا رقم 12 طيب في حالة تنفيذ هذا الكود لو احنا عملنا كده الاسكريبت ده وجينا ستارت هلاقي ان طبعا ما فيش ولا حاجة بتنول لا 13 ولا 12 ولا اي حاجة ليه لان بكل بساطة متغير البن يحتوي على رقم 13 واحنا هنا بنقول له لو بن ما بتساويش 13 يعني حط اي رقم هنا او اي قيمة هنا هتلاقي ان رقم 12 نور على طول ليه لان البن اصبح لا يساوي 13 طيب تعالى مثلا هنحط هنا رقم 1000 مش مشكلة هو كده كده ما بيهموش يعني ده مان فازقيد ده ده مجرد متغير بس احنا بنتحكم في ان الف تشتغل او لا تمام فالبن دلوقتي بيساوي 1000 يعني اصبح فعلا لا يساوي رقم 13 فالمفروض ان رقم 12 او اللمبة بتاعت رقم 12 تنور ففعلا رقم 12 نورت ليه لان البن لا يساوي رقم 13 طيب نرجعه تاني رقم 13 في الحالة دي طبعا رقم 12 مش هتنور تمام ايس على ده با اي حاجة ايس على ده حتى مثال تاني سريعا لو احنا قلنا اف مثلا تيرن المتغير بتاع تيرن اف المتغير تيرن لا يساوي فولس لا يساوي فولس يعني اللي هو مش بيساوي قيمة غير محقق نور لي رقم مثلا 12 ونور لي كمان رقم 13 نور لي لمبتين دول في الحالة دي تيرن هنا بتساوي ايه؟ بتساوي فولس واحنا هنا الشرط عشان الشرط اللي لابد من ان يتحقق عشان اللومة دي تنور ان هو لا يساوي فولس ففي الحالة دي طبعا مفيش حاجة هتنور لانه فعلا بيساوي فولس اما في حالة true احنا عملنا true start هتلاقي فعلا اللومتين بنوروا يبقى دي اول حاجة حتة ال هي not equal او لا يساوي تمام؟ طيب يعني بمعنى بصورة ابسط هي عكس اللي هي يساوي ده بكل بساطة لو انا بطول اعذروني فيه ناس بتبقى عايزة المعلومة تتقلها مرتين الناس اللي هي بتلقطها من اول مرة ما شاء الله عليكم انتوا اسكية لكن فيه غيركم بيحتاج تكرار انا اسف لو بكرر او بضق طيب الحالة التانية اللي هي بتاعة and الحالة التانية and and يعني بكل بساطة و يعني بمعنى تاني لابد من ان يتحقق شرطين لابد من ان يتحقق شرطين يعني مثلا خلينا نقول if turn بتساوي لو المتغير بتاع turn بيساوي true لو المتغير بتاع turn جواه قيمة true و and and دي بنعملها ازاي؟ وبرا عن علامة ال and دي اللي هي shift ورقم سبع في الكيبورد وبنعملها مرتين بنعملها مرتين لو turn بتساوي true and bin المتغير bin بيساوي مرتين طلق اتنشر في الحالة دي اللي هيحصل في الحالة دي نور للامبة يبقى لابد من ان يتحقق شرطين مش شرط واحد دي ميزيت and من غير دي يبقى شرط واحد لكن دي كأننا لابد من ان يحصل شرطين ففي الحالة دي طيب تعالوا هنا المتغير bin 13 والturn بتساوي true يعني فيه شرط واحد فقط محقق ان turn true لكن البن ما بتساويش 12 تعالوا نعمل start مش هيحصل اي حاجة طبعا ليه؟ لان لابد من تحقق الشرطين طب في حالة ان احنا جينا غيرنا هنا البن وخليناها رقم 12 وقلنا له يلا ورين هتشغل ولا لا فعلا رقم 12 هتنور ليه؟ لان تحقق شرطين الترن بتساوي فعلا true والبن بتساوي فعلا 12 طب تعالى نلعب في turn ونخليها false يبقى اصبح كده شرط واحد بس المحقق اللي هو البن لكن turn false غير محقق فبالتالي اللمبة مش هتنور او الaction الاوامر اللي جوه دي مش هتنفز طيب هل الموضوع مقتصر على شرطين فقط؟ لا انت ممكن تعمل شرطين او تعمل ثلاثة او اربعة كل شرط حط جنبه and يعني لو مثلا عملنا مثلا متغير تاني هنخليه يكون مثلا نصي تساوي مثلا ايه؟ هسميها var عادي او text عشان ما لا خبار تقصر txt بتساوي مثلا gtmix.org الموقع بتاعنا ففي الحالة دي مثلا لو انا قلت له ممكن احط شرط كمان اقول له لابد من in turn تساوي true وبن تساوي 12 and and ايه؟ المتغير بتاع text بتساوي مرتين وطبعا النص gtmix.org ومهم جدا ان انت لو هتقاري النص لازم تحطه فيه النقاط المزوجة دي او علامات التنصيص طيب في الحالة دي هلو الشروط التلاتة محققة بين 12 turn لابد من ان هي تساوي true و كنص فهو يبقى كده المفروض تكست دي عبارة عن تحمل كده باي شرط من الشروط دي ولو شرط واحد او شرطين اي امكان هنخلي turn مجرد انك بس شرط واحد لم يحقق خلاص العملية بتوقف ما بينفذش الاوامر اس على ده بقى لو احنا غيرنا البن او غيرنا النص بتاع gtmx.org ده هو بكل بساطة الامر اند طيب بالنسبة او العملية بتاعت اند طيب بالنسبة للعملية بتاعت اور او في الحالة دي لابد من ان يتحقق شرط واحد من الشرطين ده الفرق ما بين اند و اور اند لابد من تحقق الشرطين او التلات شروط او الاربع ايا كان اللي انت هتحطه اما في حالة اور فهو عبارة عن يده يده حاجة واحدة بس طيب خلينا نشيل مثلا عشان ما اللقبطش دماغك خلينا نشيل ده ونقوله if turn بتساوي true او pin بتساوي 12 ايوهما او دي هنعملها ازاي shift و لما تيجي في الكيبورد هتلاقي في زرار enter وفوق الشرطة الميلة لما بتدوس shift والشرطة الميلة دي بتتحول بتبقى عبارة عن شرطة واقفة فبتعمل اتنين في الحالة دي معناها or يبقى if turn بتساوي true او pin بتساوي 12 يده يده يحقق في الوقت ده حقق فعلا الاوامر او نفذ الاوامر اللي تحت ان احنا ننور اللمبة بتاعت رقم 12 الاتنين دلوقتي ايه اللي محقق اللي محقق ان البن 12 فعلا لكن turn falls يعني دي مش محققة لكن دي محققة هل هي ينفذ؟ فعلا هتنور اللمبة رقم 12 ما فيش مشاكل لان في شرط واحد بس محقق منهم طب لو احنا حققنا الاتنين خلينا 12 و true كده اصبح الاتنين محققين في الوقت ده برضو تنفذ الاوامر ما فيش مشاكل طب في حالة ان احنا بقى ايه خلينا default وروح نغيرنا كمان قيمة البن مثلا برقم 13 اصبح لده محقق ولاده محقق في الوقت ده الاوامر مش هتتنفذ خلاص لا لازم حاجة من الاتنين دول تحقق لدي محققة ولدي محققة في الوقت ده الاوامر لا تنفذ طيب اس على ده برضو ان انت ممكن لو عايز تزود كمان شرط مثلا اللي هو برضو text بيساوي gtmix.org يعني يا ده او ده او ده في الحالة دي لا البن محققة مش بتساوي 12 ولا الترن محققة لان هي بتساوي false مش بتساوي true لكن txt المتغير txt النصي فيه فعلا gtmix.org ففي الوقت ده بتنفذ الاوامر مفيش مشاكل طيب النقطة الاخيرة هي النقطة المركبة او الشرط المركب ما بين or وand انت ممكن تحط الاتنين مع بعض مفيش مشاكل يعني ايه الكلام ده؟ يعني كأنك بتقول if مثلا turn if turn بتساوي true يا لو turn قيمتها true and خلي بالك and bin بتساوي 12 حلو قوي يبقى كده لابد من توفر ايه؟ توفر ان bin تساوي 12 وترن تساوي true عشان يتم التنفيذ ان احنا ننور للمبا رقم 12 طيب خلينا كده اهو 12 ودي فعلا true طيب حلو قوي تعالى نزود بقى حاجة كمان او او txt تساوي gtmix النص بتاع gtmix.org اوه ايه ده بقى ايه اللي يحصل بالزبط هيجي يفحص هل الترن بتساوي true اوه هل البن بتساوي 12 عالحالة دي اوه هل ال او التكس بتساوي gtmix اوه طيب يبقى طالما دول كلهم محققين يبقى ايه اللي يحصل ينولك اللمبة بدون اي مشاكل ينفذ الاوامر طيب تعالى نخل بحاجة من دول ان احنا مثلا بدل ترن true هنخليها تبقى عبارة عن false في الوقت ده يجي يفحص هل ترن بتساوي true لا اوه طب هل بن بتساوي 12 اوه يبقى الشرط ده كده لو احنا اعتمدنا عليه هيكون مفيش حاجة هتحصل لكن هنا لما يجي بص هل او او gtmix بتساوي او او text بيساوي gtmix.org في الحالة دي لو كان ده اه يبقى ده بيحل مكان احلال ده لا انا مش فاهم انا حاسس ان انت ملخبطني شوية ركز معايا في الحتة دي لان دي النقطة الاخيرة اللي بتلخبط بص دول اصبحوا كده زي package مع بعض package واحد لابد من ان الدول يتحققوا الاثنين او دلال واحده يتحقق في حالة ان دول واحدة منهم لا تحقق او في حالة ان دي كأنها بتبوز الباكش ده بيبوز يعني turn بتساوي false او البن بتساوي رقم تاني غل 12 لكن دي ما زالت بتحتوي على هذا النص في الحالة دي ينفذ الاوامر لان او يعني كأن بقوله بالعربي كده turn بتساوي true وبن بتساوي 12 اما لو كانوا دول بايزين او لو كانوا دول بايزين لكن تكس بتساوي جيتي ميكس يبقى نفذ للأوامر لكن لو دول بايزين يعني turn بتساوي مثلا false وبن بتساوي 12 ماشي لكن لو كانت كمان جيتي ميكس مش موجودة يبقى في الحالة دي ما تنفذش حاجة اذا يبقى اصبحت كأن دي لو تنفذت تحل مكان الباكش ده على بعضه لو دي اتنفذت اللي بعد او تحل مكان ده ينفذ الشرط عادي اما لو كان الباكش ده اللي قدامنا اللي هو مثلا turn بتساوي false وبن بتساوي مثلا اتناشر او مش بتساوي اتناشر مش مشكلة وكمان تكست بتساوي حاجة تانية في الحالة دي ما بيتنفذش شيء تمام طيب تعالوا نشوف turn بتساوي هنا false لكن هنا قلني اللي بد من انها تساوي true وبن بتساوي اتناشر وبن بتساوي اتناشر ماشي بقى الشرط ده كده غير محقق على فكرة الباكش ده اللي قدامنا ده غير محقق لكن اللي بعد او اللي هي تكست اي محقق طب تعالوا نعمل start هتلاقي فعلا بتنور ليه لان مازال التكست بتساوي gtmx.org طب تعالوا كده نحط اي نزود مثلا رقم صفر هيجي فحص هل الباكش ده محقق هيقوله لا طيب اللي بعد الاو او تكست محققة هيقوله لا في الوقت ده ايه اللي يحصل مفيش حاجة هتنفذ لان لابد من ان ينفذ حاجة من يا الباكش ده على بعض كده ينفذ او دي لوحدها تنفذ يا ده او ده يا ده او ده عشان كده لا بقولك يا مركبة طب تعالوا هنقول مثلا البن 12 والturn تساوي true لكن gtmx.org ده غير محقق في الحالة دي هيجي بفحص هل الباكش ده محقق اه طب او او gtmx ده محقق او التكست ده في gtmx هيقوله لا يقولك خلاص نفذ الاوامر ليه لان الباكش على بعضه ده turn بتساوي true and و بين بتساوي فعلا 12 في الوقت ده هيحقق الشرط اذا يبقى بكل بساطة ايهما يحقق ما بين دول او ده الوحدها بينافذ الاوامر ايهما او دي الوحدها كده مفيش مشاكل لو دي مش محقق لكن ده محقق نفذ الاوامر طب لو الباكش ده على بعضه كده مش محقق لو ده لكن دي محقق نفذ الاوامر طيب الباكش دة ليه مش محقق ولا التكست دي محقق أو التكست دي مش محقق يبقى في الوقت ده ايه ما تعملش حاجة خلاص لاتنفذ هذه الاوامر اللي جوه ايه معلش اللي هو بدأ الناس فيه ناس اسكية لقطوها لكن هي شوية بطلق بط تمام يبقى احنا كده اتكلمنا على لا يساوي اتكلمنا على اتكلمنا على and اتكلمنا على or وانا عارف ان الحكت دي بس انت محتاج ان انت تعملها بنفسك وتبصلها بالمانظر اللي انا رسمته دي ان هو عبارة عن package على بعضه او دي طبعا انت ممكن تعمل برضو listة زي ما انت عايز من and or and or and or على حسب احتياجاتك ده بكل بساطة طيب يعني الدرس دي طول شوية معلش هنعرف فيه ناس بتبعيزها تخلص في 15 دقيقة او حاجة بس هو كان لابد من اني اطول شوية فيه عشان الحتة الاخيرة اللي ممكن تلقبط بعض الناس فان شاء الله هتطبقه برضو على قدر الاستطاع وان شاء الله في الدرس القادم احنا هنرجع هنكمل مع بعض فيه ان شاء الله اللي علينا المرة جاية هنكلم عن العمليات او المقارنات المنطقية درسة هيبقى صغيرة وبسيط جدا لانه يعتبر انتو خلاص فهمتو يعني انتو ممكن تكونوا استشفتوها بس هي مجرد تدريبات على افواء العمليات المنطقية لحد كده انا بشكركم جدا جدا واشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم وشكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر